السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى وسلم بكم معكم وحمد عليه وحلقة جديدة وعالم الخيرات الصينية اتمنى تكونوا بخير وبصحة بافضل حال ناس كتير جدا متتواصل معايا مشكلتهم انهم عايزين حاجة عشان خاطر بيخسروا كتير كل الناس اللي بكلمها بقولك احنا بنكسب و بنخسر بنكسب و بنخسر طيب المشكلة ايه في الخسر بتاعتك بقولي انا بكسب لكن بخسر بعد كده نفس المشكلة اللي تكلمنا فيها سابقا مفيش رقص مال مفيش تحكم مفيش خطة مالية بتمشي عليها كل الناس ماشية ورا اه اطمحة او ماشية ورا زي بقول كده ايه بتتداول يعني زي بقوله بالبركة فانرجع تاني نتكلم عشان نشرح الموضوع برضو واحد قال لي انا كلمت وتراني شرحت الموضوع قبل كده قال لي لا انا ما شفتش الفيديو او في ناس بتبقى بيقولك انا ما شفتش الفيديو وفهمته فحنا بنتكلم تاني خلي دايما لو انت متداول جديد الكلام ده خاص للمتداولين الجدد تمام متداول جديد داخل السوق انت عندك هتخش برأس مال عشرة دولار او حتى لو هتتداول على الديمو من ضمن مشاكل الديمو انك انت عشان خاطر عندك بيبقى رأس مال كبير عشرة تلاف دولار فانت بتبقى داخل بمبالغ كبيرة جدا في الصفقات فبتبص تلاقي ايه وتزاد ان المبلغ بيبقى كبير كمان بيساعدك انك حتى لو بتخش برأس مال صوية ان بيبقى عندك فرص متاحة اكتر لانك انت تعمل صفقات فتلاقي نفسك كسبان في الديمو وتطلع بعد كده عشان بتشتغل في الحقيق برأس مال محدود تلاقي نفسك خسران فاتعود انك شغال في الديمو الناس الجديدة شغال في الديمو شغال في الحقيقي ما تحطي زيادة عن دولار في الصفقة طالما انت بدأت مسلا بعشر دولار او حتى ميت دولار انت معك مорот دولار لو هتخش بواحد دولار يعني ان انت هتخش بواحد ما عليش ان اخطوا بخ دل accessing هت distribute here اخضى اذا اتخافها في sen 1 دولار انت لو 10 دولار فاتخش بواحد دولار 90% عشرة في المية. تمام? يعني انت لما تخش صفقة بواحد دولار طبعا اقل احنا بنتكلم عن كيوبشا بنتكلم عن بنامو بنتكلم عن آآ آآ كل المنصات دي اداء عشرة دولار حد ادنى. انت لما تخش بواحد دولار فكده انت داخل بعشرة في المية من رأس المال بتاعك. طب لو عندك مية دولار لو انت داخل بمية دولار فانت كده داخل بواحد في المية. طبعا مية دولار وانت داخل بواحد في المية الخطة بتبقى افضل. طيب هنامشي بالطريقة دي. دي بطريقة انا مش هنحتاش قبل كده تقريبا بس عشان تبقى الناس فهمها. انا معي مية دولار ومعي الدولار هيبقى واحد في المية. يعني انا قدامي مية صفقة عشان خاطر اني اخش اعمل تداول. طيب. انا هعمل يوميا تلات صفقات فقط. مش هزود. يبقى انا معي تلات صفقات بتلاتة دولارة. هتبقى كالتالي. هخش بدولار واحد دولار اللي هي واحد في المية. وبعد ما اخش بدولار لما اكسب هتبقى واحد دولار بين تمانين. لما اكسب واحد دولار او صفقة ايبقى انا دولار هاخش به واحد في تمانين. هخش بالمضاعفة. هخش بالمضاعفة. واحد في تمانين لما اكسب هيبقى في حدود واحد تمانين. هيبقى في حدود مية سابعين. مية بوينت سبعيت يعني حوالي اتنين. دولار بوينت سبعين. انا بقول مش حسب الحزبة بالزبط بس قريبا. هضاعف تاني يعني هخش بالمتين بوينت سبعين صفقة تالتة. مسلا هيبقى معايا في حدود اربعة دولار ونصف. يعني في خلال تلس صفقات. لابتديد بواحد دولار. هيبقوا في حدود يعني اقل من اربعة وفي حدود اربعة ونصف. انا مش معايا الكليلتور عشان هتسبب النسب بالزبط. لكن احنا بنتكلم عشان تبقى النظرية واضحة بالنسبة لكم. يبقى انا هاخد واحد دولار الى واحد في المية من دولار. هخش على تلات مضاعفات تلات مرات لغاية اما ده بتاع اربعة او اربعة ونصف وحقفل التدول. ثلاث صفقات في اليوم. هخش ثلاث صفقات يوميا. هبتدي بواحد دولار. يبقى انا دخلت في اليوم بواحد في المية من رأس المال بتاعي. يبقى انا الترجل بتاعي نخش في اليوم بواحد في المية من رأس المال بتاعي. حولت لكام حولته لحوالي اه ربعمائة في المية. حولته ربعمائة في المية. طيب. كل يوم هعمل نفس الموضوع. هيجي واحد يقول له طب يا باشا انا خسرت الصفقة بتاعتي وروحت جيت في المسألة التانية الصفقة اللي واحد بقول انت بانين بضعف. خلاص خسرت. طيب. يبقى انت اول مشكلة قدامك في المنطقة دي. كل الناس انا بشوف اغلب الناس عاملة حوالي من تمانية لعشر صفقات كسبانين يوميا. يعني في نسبة طلع الحساب ما شاء الله ما بين عشرة لتسع صفقات كسبانين. انا مش عايدة تعمل عشرة صفقات انا محتاج منك تعمل تلاتة. محتاج منك تعمل تلاتة نكحين. انت ما تعملهم على مدار اليوم. يعني عايز تعملهم مسلا ورا بعض السوق كويس. وداخل ممؤشر او شيء وداخل وشغال مية مية. جيت خسرت. جيت خسرت الواحد بوين تمانين. يبقى انا خسرت واحد دولار. هخش بواحد دولار تاني. الا ده الكلام ده في البداية. الا ازا كنت انا حققت مسلا في تاني يوم وحققت في اول يوم الهدف بتاع اللي هو ربعمية في المية اللي هو الواحد دولار هخليت اربعة ونص. ممكن اخش اضاعي خليت اتنين دولار. ده في حالة اتخسارة. نرجع تاني. هخش يومين بواحد دولار واحد. هيتحول واحد بوين تمانين. تاني صفقة. وهكزا تلات صفقات هيكونوا وصلوا حوالي اربعة دولار. يعني دي اول صفقة بقت واحد بوين تمانين. تاني صفقة هيبقى في حدود اتنين ونص. تلات صفقة هيبقى في حدود اربعة او في الحدود دي. تمام? تاني يوم. تلات يوم. جيت في صفقة في يوم الايام وروحت اخسرت الدولار اللي انا داخله بضعف فيه. ههم ساحب واحد دولار تاني بقى انا ساحبت منين من مكاسب السابقة. يبقى واحد دولار ساحبته تاني من مكاسب من المكاسب السابقة. اه سوري. واحد دولار من المكاسب. مش سرعة. وتبقى الخطة بتاعت ان انا لازم بازن الله يعني مغير مقطع عشان ما حدش اقول ان ما فيش تأكيد. لازم اعمل تلس صفقات تاني بفكر تلس صفقات وانهي. تلس صفقات وانهي. جيت وراحت واقع في الصفقة التالتة ومعي رأس مال حلو. ممكن اعيد التلس صفقات التاني. ممعيش رأس مال او يعني. لقيت نفس خسرت المرة التانية وقف تداول. السوق كده مش حير والدنيا معك مش تمام. وقف التداول. ياريت الناس بس تخلي في كلامها عشان ما حدش يرجع يسأل ويقول لخصك انت ما قلتش او انت ما شرحتش. انا بشرح بما يرضي لعوك كلمة كلمة وبفاهم كل حاجة. الفيديوهات اللي من النوع ده ما ينفعش انك تتفرج على دقيقتين تلاتة وتطلع. لا. خلي بالك ان كل حاجة لها شرط والشرط بقول لك تمشي عليها ازاي. نرجع تاني. انا بقول لك ان رأس المال هيكون مت دولار. هتخش بواحد في المية. اللي هو يوميا هتخش بواحد دولار. ليك تلس صفقات تقوم مضاعف فيهم وتقوم واقف. حتى لو وصلت في التلس صفقات للتلتمية في المية. ده يعتبر بالنسبة لك انجاز. عندك تلتمية في المية. اول حاجة قللت عدد الصفقات. قللت عدد المخاطرة. رأس مالك عندك فرص كبيرة انك انت تعيد تدور رأس المال والمحاولة. يبقى انت مطلوب منك تلس صفقات وتنهي. كسبت الحمد لله. شكرا بارك الله في اما الرزق. تبوس اذا كنت شده وتنهي. هتيجي على اخر الشهر. لو انت مشت بالطريقة اللي انا بولك عليها. ومعك مية دولار. معك تلاتين دولار يوميا في اربعة. اه اربعة في المية. ربا مية في المية. تلاتين في ربا مية في المية. يعني حوالي مية وعشرين دولار. ضعيفة رأس مالك لحوالي مية في المية. يعني بالتقريب كده حوالي مية في المية. اكتر من مية في المية بكتير. وعندك مية دولار زي ما هي. اللي هي رأس مالك متحكم فيه. وعندك المكسب تقدر تسحبه. يبقى الخطة دي مداها شهر. هتحط مية دولار. تلس صفقات. تعمل تلس صفقات بتوعك بالطريقة اللي انا اتكلمتك فيها. واحد بوينت تمانين. هتخش بعد كده هتبقى تاني صفقة كسبت فيها تبقى اتنين بوينت مثلا اربعة. تلس صفقة هتبقى مثلا تلاتة بوينت سبعة. وهكزا. انت معك تلس صفقات. طب يا سيد احمد ده راجل محترف هو اقدر اوصل لخمات صفقات في اليوم على مدر اليوم زي الفل. والله انت اقدر او بنحسك. دي حاجات ارجع لك. بس مشكلتك انك انت بتخش بتضعف اليوم وبتحصل مشكلة معك وطاقة. بتبقى مزير يعني انت اه بتعمل محاولة بس لما بتغلق بيبقى خسرت واحد دولار. ما خسرتش بقى انت طلعت عندك اربعة دولار ركنتهم على جنب النهاردة مكسب. وهكزا. بتبقى ماشي كل يوم. وهكزا. وهكزا. جيت الشهر اللي بعده. بقيت انت ده الكلام ده نرجع تاني. الكلام ده للناس المخسجات ده الجديدة. جيت الشهر اللي بعده. ربنا كرمك وروحت معك بقى مسلا رأس المال 200 دولار. رأس المال اللي معك ده هتعمل بايه? عايز تسحبه يفضل. تسحب مية وتعيد تقرب المية. بقيت راجل محترف اكتر وعايز تزود تخش باتنين دولار ومضعفاتها. مفيش مشكلة. بقى معك متين دولار وعايز تزود انك تخش باتنين دولار ومضعفاتها. بقيت مشكلة يعني بقى الدنيا معك. ونفس الطريقة تمشي تلاتة صفقات وتقوم شكرا تطلع برا التداول. تلات صفقات واقفل التداول. عندك ايام الاوتسي اقفل التداول. محدش الدول في الاوتسي. اه تعبان عندك صدا مش في المود. اه عندك ضغط عصبي. اكتر حاجة ممكن تخسرك انك تخشت الدول وانت عندك ضغط عصبي. تاني انا شرحت الموضوع باشرحه تاني وتالت اهواء عشان ما اخدش يرجع لنا مفهمتش. لان في ناس كتيرة ما شاء الله انا متخصصين يخش يقوم شايف حتى من الفيديو. وبقى اشرح الحاجة كلها وارجع يسألين عليها لانه ما شافش الفيديو ما عندوش ما عندوش خلق انه يتفرج على الفيديو كامل. الفيديو اهو بالنسبة لكم. شرحت الموضوع اهو. سلكم الناسبة. انا يعني ايه? انا ويبقى انت ماشي بالوضع بتاعك زي ما قلت. طيب انا ما معايش فيلوس استاذ احمد ولا جنيه. وما معايش ان انا خش الداول. وما معايش وما معايش. افتح حساب وخش على الديمو. واعمل اللي بقول لك عليه. تسدي بك من عشرة اه من عشرة تلف دولار اللي معك كأنك انت ما معاكش عشرة تلف دولار ما معاكش خالص غير عشرة دولار ما معاكش غير مية دولار. يعني اعمل اه صفقة يا سيدي خش صفقات اخسر اللي عشرة تلف دولار وخلي لغتا ما توصل الى مية دولار تخليهم معك او متين دولار. واقفل كأنهم دول حقيقي. واكتب ورع وقلم. وحاول تلات صفقات في اليوم واقفل واطلع. تلات صفقات في اليوم واقفل واطلع. كده انت اتدردت على الديمو صح? واتدردت نفسيا صح? واتدردت على عضاء السوق صح? لما تيجي ربنا يكرمك ويبقى معاك فيلوس وتطلع تحط ايداء. هتطلع تعمل ايداء. هتتدرب وتنفز اللي طبقته في الديمو. لا هيبقى معاك فيلوس كتير انك انت تفضل تضعف بيها. ولا هيبقى معاك فيلوس كتير تخليك ايدبح بح ايدك في انك تخش بتلتمية وخمسمية والف والفين دولار وانت قلبك جامد. ما مش انت مش بتخسر. فلما تيجي تخش وتضعف بقى في الحقيقة بتلاقي رأس منك طار في ثواني. لكن بالخطة المالية بقول لك عليها. معلش انت بعد الخطة المالية دي. اه لو حصل وخسرت المية دولار كلهم. ومعرفتش انك انت تصل لطريقة انك انت تضعف في المية دولار في خلال الشهر. اه ما احترام ليك وما حبك للمجال. سيبي المجال. انا بقول لك سيبي المجال. انك انت داخل بمضاعفة او مش بمضاعفة داخل. اه بتتداول بواحد في المية. مية دولار. مش بقولك اتداول بمليون ولا بألف ولا بأضاعف بخمسة وعشين وثلاثمين دولار. انا بقول لك اقامل عشرة صفقات في اليوم نكحين. انا بقول لك في قدامك اليوم كله اختار منهم ثلاث صفقات نكحين. اللي انت شايفهم اقوية جدا. اشارات قوية جدا. سواء بقى مؤشرة سواء استراتيجية. ايا ان كان الوضع دعمه مقاومات. خش على حاجة تكون مدياك شور انك انت بازن الله صفقة دي نكحة. ثلاث صفقات في اليوم. ومشي بالطريقة دي. معاك واحد في المية من رأس مالك. اللي هو المية الدولار. اعملها في الديمو اعملها في اي حاجة. انا اللي يهمني انك انت تتضربني حصيا بعد ما تبقى معاك الديمو تمام وتخط فلوس انك انت تمشي زي ما كنت ماشي في الديمو بالمل وبتكسب. تبقى ماشي في الحقيقة بالمل وبتكسب. ليبقى في طمع. ليبقى في مضاعفات ملاش لازمة. ليبقى في تصرع في الصفقة ولا في بيبقى في اي حاجة انت بتعملها غلط. كل حاجة بالنسبة لك تبقى مترتبة وتبقى آآ بسيطة وسهلة بالنسبة لك. انا شوحت الموضوع مش عايز اطول عليكم بس انا شوحت تاني وتالي وتالت ان اقسم الله هي ده الخطة بازن الله ان شاء الله من غير مقطعة ان انت لو خدتها هتمشي عليها وحتبقى من انجح المتداولين. ده للمتداولين الجدد. المتداول بقى الناس اللي رأس المال اللي ربنا يفتح عليهم عشر تلاف او عشرين الف دولار وعايزين يمشوا على طريقة رأس المال اعمل نفس القصة ان لو معاك عشر تلاف دولار او معاك مسلا الف دولار خش بتلاتة في المية بخمسة في المية في كل صفقة على مدار شهر. التارجد بتاعك شبص هدف. انا معي تارجد شهر. معي عدد صفقات كبير. معي السوق تلات صفقات في اليوم بصدهم. مفيش اسخر من كده. يعني دي خطة نفسية مش هتلاقيها اي حد يشرح لك تقدر انك انت تتفادى بيها بقى الخسائر والحاجات اللي بتحصل معاك. هتمشي عليها. امشي عليها ولو خسرت يبقى معلش في الكلمة انت كده ملكش في التداول. لو مشيت وما طبقتش او فيه الشيطان بلع في دماغك وطلعت برا الموضوع وضعفت من دماغ او عملت حبيت انك طمعت وخسرت برضو يبقى انا غير مسؤول عن اللي انت بتعمله يبقى انت الشيطان برضو راكب دماغك وانت مش عافت تسيطر على نفسك ويبقى شكرا سيب التداول ووفر فلوس اللي الشركة بتكسبها من حضرتك وانت بتخسر فلوسك من غير ولا ما اللي بتستفيد بيه. وهشوفكم ان شاء الله حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.